صباحكم نور عزانة ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردن وعلى نورسات وتلفزيون تيلي لوميير بنصبح عليكم في هذا النهار المبارك ونحن نتشرف اليوم أن يكون مع النظيف عزيز علينا وعلى النورسات سيادة المطران جمال خضر دعيبس احنا بنحكي للأسامي كلها المتعرف عليها في الكنيسة النائب البطرياركي الكنيسة اللاتين في الأردن صباحك نور سيدنا صباح الخير بشكرك على وجودك معنا في هذا الصباح الباكر في ستوديو نورسات في الأردن مشاهدين بنعتذركننا عن الحلقات الأسبوع الماضية فمثل ما انتم شايفين شوية كان تعرضت لحادث الحمد لله بسيط بكسر في اليد بس إن شاء الله الأمور الحمد لله بدأت الآن في أتحسن وكمان أجلنا نحن حلقتنا عن دور المرأة وعملها في الكنيسة فآن الأوان اليوم أنه نتحدث عن هذا الموضوع ومديش أقول إنه الكسر هو من أثار عمل المرأة في الكنيسة لا عمل المرأة في البيت والمنزل فأديروا بالكم على حالكم ومع صحتكم إن شاء الله الكل يكون معافا ومشافا يا رب ووجودي في المستشفى كمان شفت قديش نسبة المرضى سيدنا بالمستشفيات المعاناة والناس يعني وأنا قاعدة هيك بستنى بغرفة العمليات وأسمع الأنين الناس اللي بتتقن أطفال وشباب وصبايا وكبار بالعمر قلت يا الله قديش فيه ألم عنا حوالينا أحيانا نحن بنكون بصحتنا بس هدولي بيكونوا غايبين عنا أو مش زاكرينهم عاد أصلي لهم يا رب يعني خفف عليهم الألم هاي الست يا رب اش فيها وهم بالسلام منست حالي عاد أصلي فوجود الألم بحياتنا طبعا جزائية من وجودنا الإنساني على كوكب الأرض وإحنا مش خالين من الألم وفي ناس كتير سيدنا كمان عاد يقولوا اللي أنت نورسات وبتسلطوا ننهار وبتعملي صلبات وكذا وهيك ربنا يسوي فيك قلتوا لما ربنا مش مانع الألم يعني أنا بحب يعني إحنا داخلين على الموضوع لكن دخلنا على هذا الشي إنه هل كمان الألم غايب عن الناس اللي بتتبع سيد المسيح بتتبع أو مؤمنين في تعبير شعبي موجود اللي بقول تفقيد الله رحمة تفايد نعم مرات نعم بذكرنا بضعفنا البشري وبذكرنا بوسيط السيد المسيح كنت مريضا في زرتموني المرضى اللي بحاجة إلى صلاتنا أكيد وفي نفس الوقت المرضى اللي بحاجة إلى عنايتنا واهتمامنا وزيارتنا وتفقدنا إلهم هذا اللي بوصينا فيه سيد المسيح واللي منشجع الجميع على القيام فيه فعلا بشوف الإنسان واقع الألم اللي موجود برح كنت برضو في زيارة لمستشفى ودخلنا على قسم غسيل الكلة نعم ناس فعلا اللي بيعانوا بألم ويعني ممكن نشوف هذا الألم فمشان هيك دعوة ننوقف مع كل إنسان متألم مع كل إنسان مريض في صلاتنا وفي محبتنا إليهم عمين يا رب سيدنا قبل ما ندخل الموضوع ناخد هيك بركة ونعطي صلاة هيك نوجهها للمشاهدين اللي عم بيتابعونا على صفحتنا وعلى تلفزيون نورسات قبل ما ندخل موضوع المرأة صلاتنا اليوم هي صلاة شكر لله شكر على جميع النعم اللي بيعطينا إياها شكر على نعمة الصحة على الحياة اللي بيعطينا إياها وبشكل خاص شكر لربنا على المرأة في الكنيسة المرأة التي تكرس تاتها في الرحبنة المرأة الأم التي تعتني بأبنائها المرأة العاملة التي تعمل خارج المنزل أيضا المرأة التي تقوم بدور داخل الكنيسة المرأة الكبيرة في السن من أجلهم جميعا شكرا يا رب شكرا على عطيتك لكنيستك من خلال المرأة وعملها في الكنيسة وفي المجتمع آمين يا رب شكرا على هذه الصلاة اللي خصيتها للمرأة سيدنا سيدنا حبي أدخل في مقدمة ندخل في تعليم الكنيسة الاجتماعي في الكنيسة الكاثوليكية نحن عم نخص حلقتنا اليوم فيه برسالة قداسة البابا الرعاوية سنة 88 بعنوان كرامة المرأة فوضع فيها المبادئ الرئيسية للتعليم الكنيسي فيما يخص كرامة المرأة ودعوتها في خدمة بيتها ومجتمعها وكنيستها وأن تكون المسهمة والفاعلة في بناء شريعة المحبة الحقيقية التي يعتش إليها العالم وأظهرت الرسالة بشكل جلي ما للمرأة من كرامة وما لدعوتها من أثر في تاريخ البشرية الخلاصي وانطلق قداسة البابا في تأمل العميق حول معنى الإنساني بالكتاب المقدس ليفسر حكمة الله في خلقه الإنسان ذكرا وأنثى فالفارق الجنسي لم يكن صدفة إنما هو من تصميم الله لأنه تعالى أراد لكل منهما دعوة مميزة وقد خص المرأة بدور أساسي لا يستغنى عنه شدد البابا ضرورة احترام كرامة المرأة التي كثيرا ما لحقها ضيم اجتماعي وبين عظمت دعوتها وبعدها الأمومة والبتولية فالتطور التكنولوجي الذي تشهده الإنسانية الآن يحاول انتزاع قيمة الأمومة من المرأة فوسائل الإنجاب الاصطناعي أو طرق الأمومة المستعارة جعلت من الأمومة وكأنها وظيفة ميكانيكية أو مستعارة وليس صفة مغروسة في العمق في كيان المرأة وهذا ما يقلل من سر الأمومة ويجعلها تافها كما أن الابتذال في مجال السلوك الجنسي يحاول أن ينتزع منها قيمة العذرية فتفشي الحرية الجنسية بدون رادع داخلي أو بدون رسم حدود أو أطر للسلوك جعلت من العذرية خرافة أو وهما وغير ذات قيمة ورأت الرسالة أن للمرأة دورا مميزا تجاه البشرية وفي مناح الحياة كافة واتجاه الرجل بشكل خاص فهي وحدها القادرة بشكل لا مثيل له أن تدخل إلى كنه الإنسان وتفيض المحبة في القلوب وهي أفضل من يشعر مع الإنسانية فلا أحد أقرب منها إلى الإنسان لقد كان جزءا منها نمى في أحشائها أحست به من الداخل وأرضعته وهو على صدرها وفي قلبها وهي أفضل من يعلن أن الله هو المحبة في هذه الرسالة العميقة من رسالة قداسة البابا سنة الثمانية وتمانين ومر على الرسالة تقريبا أكثر من سبع وشرين سنة فسيدنا درست الكنيسة الكاتوليكية دور العلم الماني في الكنيسة وأنه ليس لكن مختصر الخدمة الكنسية على الكهنة أو على المكرسين وإنما أيضا أدخلت العلماني في عمل الكنيسة ومساعدة الكاهن جنبا إلى جنب وإحنا بالأردن أعلننا وجود الشماسين الشمامسة الرجال في الأردن وكانت هذه كمان خطوة كبيرة من الكنيسة الكاثوليكية على بمستوى الشرق أنه يعني تعلن وترسم الشمامسة وموجودين الشمامسة في الكنائس الأخرى لكن عندنا بالكنيسة الكاثوليكية دائما في تحفظات على هذه المواضيع فمن أين رأت الكنيسة الكاثوليكية هذه التحفظات شو تاريخ هذه التحفظات من أين جاءت لبعدين صار شوي شوي مع قداس البابا الانفتاح إذا من نبدأ في رسالة قداسة البابا حنبوس الثاني في كرامة المرأة بيستند إلى أسس في الكتاب المقدس ومهم جدا أنه نكتشف ما هي المبادئ الموجودة في الكتاب المقدس لكي نرى كرامة المرأة لأنه من السهل أن نقول أن المسيحية كرامة المرأة وإلى آخره ولكن لنعود إلى الكتاب المقدس بشكل سريع من أول صفحة في الكتاب المقدس من خلق الإنسان عندما يقول لنا سفر التكوين أن الله خلق الإنسان على صورته كمثاله ذكرا وأنثى خلقهم وهنا بيعطي هذه المسواف الكرامة ما بين الرجل والمرأة لأنه اثنين خلقوا على صورة الله وأيضا إذا منقرأ في الأنجيل في عنا كثير من الأمور التي السيد المسيح خالف فيها عقلية المجتمع وعطى اهتمام خاص للمرأة وفي عنا أحداث كثيرة موجودة في الإنجيل المقدس للمرأة الغريبة الكنعانية للمرأة المريضة التي شفاها السيد المسيح للمرأة الخاطئة التي غفر لها لمريم المجدرية إلى آخره لما منقرأ بتمعهم هذه النصوص نشوف أنه مكانة المرأة تنطلق من كونها مخلوقة على صورة الله مثلها مثل الرجل لها مكانتها في المجتمع لها مكانتها في الكنيسة هذا النقطة الانطلاق الموجودة نموذجنا مريم العضراء مريم العضراء في كل مقامات به ثم عنا تاريخ الكنيسة كيف بدأت الكنيسة ومشاركة العلمانيين في الكنيسة حتى وصلنا إلى اليوم كثير مرات في خلط ما بين ما يقوله الكتاب المقدس والتقاليد الاجتماعية ومرات التقاليد الاجتماعية في اضطهادنا للمرأة وفي سوء التعامل مع المرأة نستند بشكل خاطئ ولكن نستند أحيانا إلى بعض ما ورد في الكتاب المقدس وهي قراءات جزئية مجزئة ومغرضة للكتاب المقدس نعطي مثل على ذلك في رسالة القديس بوروس إلى أهل أفاسوس والتي تقرأ في احتفال الكليل في الزواج هناك أياتها النساء خضعنا لأزواجكنا نقطة والكلمة سلبية في الخضوع ولكن لنقرأ كامل النص لنفهم المعنى خضعنا لأزواجكنا كما تخضع الكنيسة للمسيح فليس خضوع الخوف ولكن المحبة وبالمقابل لما نستمر في الرسالة لنرى ما هو دور الرجل أحب نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وبذل نفسه في سبيلها من أحب امرأته أحب نفسه فهذه المحبة التي الكتاب المقدس يدعو الرجل لها هي محبة التضحية في سبيل امرأته وليس التسلط عليها هذه المبادئ الموجودة في الكتاب المقدس والتي تعطي المكانة الحقيقية للمرأة وإذا نرجع كمان مرة للسفر التكوين نرى عند دخول الخطيئة إلى العالم نتيجة الخطيئة أن الرجل يسود عليك يقول الله لحواء فأن الرجل يسود على المرأة هو نتيجة الخطيئة وليس ما أراده الله من البداية لذلك هناك مكانة علينا أن نكتشفها مكانة من الكرامة من الحقوق من هذه المكانة الخاصة في تاريخ الخلاص الموجودة للمرأة وفي نفس الوقت بدون أن نخلط الأدوار يعني المرأة مساوية للرجل في حقوقها ولكن لا تعني أنها مشابهة للرجل هناك دور للرجل وهناك دور للمرأة وهناك تكاملية ما بين الاثنين لم الله خلق الحواء من ضلع آدم في الرواية الثانية للخلق قال الله لنخلقنا للإنسان عوناً بإزائه أمامه عوناً اثنين يتعاونه مش عوناً اللي يسود عليه ولكن حتى اثنين يتعاونوا بين بعض وهذا المبدأ لذلك هناك كرامة متساوية هناك حقوق متساوية في نفس الوقت هناك اختلاف أيضاً ما بين الأدوار المختلفة ما بين الرجل والمرأة وهذا ما يبني المجتمع بحسب مخطط الله للإنسان نعم سيدنا يعني ما ذكرته جميل عن موضوع كرامة المرأة اللي أخذت من الكتاب المقدس وسيدتنا مريم العضراء هي أيضاً يعني هي المثال اللي يحتدى فيه لإعطاء هالمرأة دورها وكرامتها وما منقدر نحن نخلط دوره بالرجل ودور المرأة لا يقدر الرجل يقوم بمهام اللي بتقوم فيها المرأة وبعض المهام ما بتقدر المرأة تقوم فيه الرجل ما يقوم فيه الرجل من أين جاء يعني هل أنت تعتقد أنه الظروف الاجتماعية أو البيئة أو الثقافات اللي موجودة فيها نحن بالدول العربية ألا إحنا بغض النظر إحنا بأوروبا مثلا نكون النظر غير ألا صاروا فيه كمان كهنة عم بيصيروا ستات لكن إحنا هل يقيدنا المجتمع الشرقي في الدول العربية في أنه نعطي رسالة المرأة أو نعطي كرامة للمرأة مثل ما أرادها سيد المسيعة أو مثل ما أرادتها الكنيسة هل إحنا محكومين في هذه الثقافة أيضاً ككنيسة كاذوليكية أو شيء ليس لازم نظلم ثقافتنا الشرقية لأنه فعلاً أعطت للمرأة الكثير من حقوقها إذا اعتمدنا على موضوع الحقوق للمرأة بمقييس الغربية موضوع آخر مختلف ولكن لننظر إلى واقع كنائسنا على سبيل المثال وجود المرأة في الكنيسة له دور إيجابي جداً في مكان خاصة وبشكل تلقائي وطبيعي وهكذا تقوم عليه الكنائس في أي احتفال على سبيل المثال نرى هناك دور للمرأة أيضاً داخل الكنيسة احتمالها للأعباء المختلفة قيامها بالدور الخاص فيها إلى آخر هي كلها أدوار تقدرها الكنيسة نعطي مثل على ذلك تعليم المسيحي المرأة هي الأقدر لتنشئة الأجيال الجديدة والأطفال بشكل خاص على الإيمان المسيحي بطريقة لا يستطيع الرجل أن يقوم بها أيضاً فما نظلم المرأة في مجتمعنا أو داخل الكنيسة هناك دور السؤال بيظل ما هو الدور ما هي أفضل الطرق حتى أن المرأة تقوم بهذا الدور وتشارك في حياة الكنيسة المجالس الرعوية على سبيل المثال تضم نساء موجودات من الفعاليات دائماً الموجودة في الرعاية في دور هام ومميز للمرأة في الأخويات في حركات الشبيبة في الكشاف كل الفعاليات هناك دور ودور قيادي أيضاً نعم مننساش دور الرهبات نعم والرهبات من مختلف الرهبانيات اللي بيقوموا بدور رائع جداً وبدور فعلاً يقدر من خبل الجميع إن كان في الرعاية أو كان في المدرسة أو كان في التعامل مع الأضعف في المجتمع المرضى المعاقين إلى آخره فهناك دور فعلاً حقيقي تقوم به المرأة هل يمكن أن تقوم بدور أفضل؟ نعم فهذا يتم ليس بمطالبة بحقوقه بخدر ما هو بهذا الحوار داخل الكنيسة حتى تقوم المرأة بمكانه وما تكون بن قسين تابع على الرجل ومن يأخذ القرارات هو فقط الرجل لا هي مشاركة أيضاً في أخذ القرارات وفي الحياة اليومية للكنيسة بقدرش أتخيل الكنيسة بدون هذه المساهمة العظيمة اللي موجودة من قبل النساء أيضاً النساء فيه بكتاب المقدس وخاصة في أعمال الرسل منشوف أنه فيه دور للمرأة كان مع الرسل في نشر ومساعدتهم في نشر الرسالة حتى دور كبير يعني في بعض اللي كانوا تلاميذ من تلاميذة الرسل مثل القديس بولوس كانت فيبي كانت تلميذة الرسول بولوس وكانت تنقل الرسائل وتساعد القديس بولوس في حمل الرسالة حتى كمان في رعاية التلاميذ وأيضاً كانوا يعطوا النساء مهمة تعليم المؤمنات الداخلين بالديال المسيحية الجدد يعني يعطوهم أنه يخصوهم بهذا الشي أنه نساء يجوا بدهم ينتبون للمسيحية أنه يعلموهم نساء مثلهم فكان الرسل دائماً محاطين بمجموعة كبيرة من السيدات نساء قلنا طبعاً فيه منهم كان ميسوري الحال يصرفوا عليهم يسافروا يتنقلوا يديروا العملية التبشير والآخره وأيضاً كان منهم يتنبأ يعني كان في عندهم الروح القدس متلبسهم بطريقة بحيث يتنبأوا أيضاً بأعمال مختلفة هذه شوية غايبة عن كنائسنا بحيث أن المرأة تشعر حالها أنها هي إنسانة مهمة وخدمتها مهمة في الكنيسة وليست مني أو ليس أني أنا سامح لها إنه ما بتها تشعر المرأة يعني اللي بتخدم بالكنيسة إنه هني سامحين لإني أنا أخدم أو كذا ما بتها تشعر إنها هذه يعني هي منها بتحب تخدم كذا عم تطلب إنها تنعطى أكتر من إنه هي هيك حبة هي هيك حبة تخدم هي هي حبة تنظف هي حبة تحت ورد هي حبة فكلمة إنه منها أوكي مبادرات منها لا إنها تصير بصفة رسمية سيدنا أفهمت الفكرة؟ نعم الموضوع يتعلق بدور العلماني نعم والكنيسة بدأت بجدية بإدماج العلماني في حياة الكنيسة وخاصة من المجمع الفاتيكاني الثاني من الرسالة الخاصة للعلمانيين هذا حتى تكون الكنيسة هي الشركة ما بين الكهنة والعلمانيين أيضا معا وبدأ شوي شوي يتحدد دور العلماني ومن بينها دور المرأة الدور المرأة ليس مننا من أحد لا ولكن هذا الدور الطبيعي التي تقوم به المرأة داخل الكنيسة هناك تقدم كبير وإذا رجعنا شوي للتاريخ في بلادنا نشوف أنه فعلا في هذا التقدم أكيد كان في تقدم على كافة المستويات بالنسبة للمرأة ولكن أيضا في داخل الكنيسة وإلها هذا الدور الذي تقوم به السؤال هو هل تريد أن المرأة أن تكون مساوية للرجل أو شبيهة بالرجل بمعنى أن تقوم بالدور الذي يقوم به الرجل هل هذا دورها؟ لها دور خاص مميز وكما قلنا لا يستطيع الرجل أن يقوم به وهناك أمور أخرى خاصة بالرجال فالموضوع هو اثنين مع بعض واللي يقوموا بهذه الرسالة واثنين بيتعاونوا مع بعض بيكملوا بعض وفي هذه العلاقة التبادلية بخير نوضح الفكرة بشكل مختصر عادة نقول العلاقة تكاملية بين الرجل والمرأة يعني كأن الرجل ناقص بحاجة للمرأة والمرأة ناقصة بحاجة للرجل اليوم نحكي عن علاقة تبادلية وليس علاقة تكاملية تبادلية المرأة تصبح امرأة في علاقتها من خلال علاقتها مع الرجل والرجل يقوم بدوره من خلال وبدعم وبتأييد من المرأة خلال نشوف العائلة على سبيل المثال الأب هو أب والأم هي أم ولكن اثنين الأب يصبح أب لأنه الأم تعينه وتساعده على القيام وبالعكس أيضا صحيح فالأب يجعل المرأة الأم تقوم بدورها والرجل يجعل المرأة تقوم بدورها الخاص في الكنيسة وفي المجتمع هل لنطور نظرتنا هنا في أمور لازم نهتم فيها وهي كثير من الأحيان وممكن أيضا في مجتمعنا هذه النظرة السلبية للمرأة والحكم عليها بشكل عام لا اليوم الانفتاح اللي موجود الدور وخاصة التعليم اللي موجود للمرأة اللي بيعطي هذه الصورة المشرقة والصورة الجميلة فمفروض نتخطى هذه الأحكام الاجتماعية هذه النظرة السلبية هذه النظرة التبعية للمرأة لا فيه إلهاء دور خاص اللي تقوم فيه فيه أمور يجب أن يكون تفاهمة بين الاثنين مثلا في البيت بين الرجل والمرأة فعلى سبيل المثال هناك رأس واحد للبيت وليس رأسين رأسين هو الدور الخاص والمميز للمرأة فيه في التاريخ بعض الظلم نعم والبابي حنبوس الثاني أيضا في سنة 98 فيه رسالته قبل مؤتمر خاص بالمرأة والعائلة نظمة الأمم المتحدة اللي اعترف بأنه نعم كان هناك بعض الظلم للمرأة ويعتذر عنه واخرين أذكر أنه ممكن لأول مرة يرأس وفد الكنيسة الكاثولكية لهذا المؤتمر للأمم المتحدة امرأة امرأة نعم امرأة اللي مثلت الكنيسة الكاثولكية في هذا المؤتمر الخاص عن العائلة وعن المرأة وهذا أمر طبيعي جدا أن يكون واليوم أيضا على مستوى الكنيسة الجامعة على المستوى الكنيسة الكاثولكية هناك أدوار قيادية أيضا تقوم بها المرأة في مجامع مختلفة في روما على سبيل المثال على المستوى الأبرى شيء إلى آخره هناك تقدم في الموضوع ولكن يجب أن نتخطى هذه النظرة الاجتماعية السلبية أحيانا للمرأة ومنحها فعلا كرامتها سيدنا أنت كنت مدير معحد بيت جالا السيمينير المكان اللي بتعلموا فيه الطلاب الكهنوت واللهوت هل كان كنت تخص في تعليمهم يعني مواد خاصة بعمل المرأة في الكنيسة وإيش الحدود مثلا الحدود هلا كان يدخل الموضوع نعم من خلال تعليم الكنيسة الاجتماعي ودراسة وثائق الكنيسة والتعليم الاجتماعي ودراسة المساق الخاص بالإنسان على ضوء إيماننا المسيحي فالانتربولوجي فلما كنا ندرس عن الإنسان كان نعم يكون هناك توضيح مستند على الكتاب المقدس وعلى تعليم الكنيسة حول مكانة المرأة بالإضافة للقراءة الوثائق الخاصة أيضا وهذا اللي مندعوه دايما أنه يكون في هذا الالتتاح على تعاون مع المرأة في عملها وفي دورها داخل الكنيسة لأنه يعني ما بدي أنا أظلم لهاي لأنه أنا ما بعمم لكن في بعض الكهنة كهنة منشوفه شوي تعصب للمرأة بتلاقي حط حواليه مثلا أنه بس الرجال ومجلس الرحيم عصب الرجال ما بيآمن بدور المرأة أو عملها في الكنيسة وما بيعطيها دور يعني إحنا هذا في على الصعيد الواقعي يعني إحنا أبناء مجتمعنا نعم إحنا أبناء مجتمعنا والقيام الاجتماعي يعني أصدقنا أنا بشوف المشكلة أكثر هي في استبعاد العلماني بشكل عام نعم من أخذ القرارات داخل الكنيسة وهذا اللي بهمني ولما العلماني بيكون مشارك في حياة الكنيسة العلماني هو الرجل والمرأة نعم لكن السؤال اللي كانوا مطروح من بعض الصديقات المتابعات معنا على البرنامج لما عرفوا أنه عنده حلقتنا على المرأة طلبوا فيه سؤال مباشر سيدنا ومعنا الشي تحملني فيه طلبوا أنه لماذا أعطي للرجل صفة رسمية اللي هم الشماس بالكنيسة الكاثوليكية ولم تعطى للمرأة لماذا هل احتاج الرجل لصفة رسمية تعطى له من الكنيسة ورسامة رسمية من الكنيسة والمرأة لا يحق لها أنها تطلب هذه الرسامة أو هذه الصفة لماذا عند السؤال بهذا الموضوع بيكون الجواب أنت بتخدمي ربنا بتديكش صفة وين التواضع وين 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 إلى آخر بتواضع تخدم لكن لماذا الرجل أعطي هذه الصفة الرسمية ولم تعطى للمرأة موقف الكنيسة الكاثوليكية واضح نعم وهو فيما يتعلق بالرسامات نعم الرسامات الكهنوتية التي تقتصر على الرجال نعم تقتصر الرسامات كرسامات على الرجال نعم وتؤمن الكنيسة أنه من البداية المسيح اختار الرجال نعم حتى يكونوا تلاميذ هم الوحيدين اللي كانوا موجودين في العشاء الأخير مثلا هم اللي السيد المسيح قال لهم اصنعوا هذا لذكري هم اللي وجه لهم يوم صباح القيامة خذوا روح القدس من غفرتم خطاياته اغفر لهم السيد المسيح ما كانش بحاجة لمين اللي يأثر على قراراته كان في هذه الحرية الداخلية ومنشوف زي ما قلت في كثير من المواقف اللي فيها يخالف السيد المسيح عقلية المجتمع لأنه هذا التعليم الصحيح بينما فيما يتعلق بالرسل وبالقيام بالمهام الكهنوتية السيد المسيح اختار رجالا هذا الموقف الكنيسة وبشكل واضح وما بدنا ننافس بين بعض إذا كان الرجل قادر أن يقوم بهذا العمل المرأة قادرة المرأة قادرة بس هل يجب عليها أن تقوم به نعم نقطة الأخرى وهي هناك تعبير شماسات نعم موجود في تاريخ الكنيسة في القرون الأولى نعم وغير واضح من هن الشماسات وما هو الدور نعم الدور الوحيد اللي مذكور في التاريخ هو دور لتورجي في عماد الكبار وخاصة عماد النساء عندما كان يدهن الزيت فكانت المرأة أو ما تسمى في الكنيسة الشماسة تقوم بهذا الدور هل دور هل ترجي؟ هل هناك فقط؟ هل لها دور قيادي؟ هل لها رسامة معينة؟ غير واضح نعم إذا منرجع لمفهوم الشماس ولا الكلمة نفسها نعم تعني الخاتم نعم وشمامسة أيضا هم خدام خدام فمن يقوم بهذه الخدمة كانوا يسموا شماسات نعم ولكن كرسامات كهنتية هي مقتصرة على الرجال هذا مرة أخرى لا يقلل من مكانة المرأة ولا من قيمتها ولا من عملها ولكن لا تكون بروح التنافس أن تقوم بنفس العمل الذي يقوم به الرجل نعم تقوم بالدور الخاص في هذا كما أنه الرجل أيضا يقوم بهذا الدور الخاص فحتى لو بعض الكنيس بسموا شماسات الدور غير واضح نعم المكان غير واضحة الموضوع مش موضوع تسمية شماس بقدر ما أنه ما هو الدور المناطبي المرأة أن تقوم به وما نحصر الموضوع بموضوع الرسامات هناك مجالات كثيرة جدا للمرأة ويجب أن نبحث عن مكانتها الحقيقية داخل الكنيسة ولا نقتصر في نقاشاتنا حول هذه النقطة بما أن موقف الكنيسة واضح جدا منها موقف الكنيسة الكاثوركية سيدنا موضوع الرسامات يعني الشماسات الموجودة في مثلا دول غربية موجود ويتم رسامتهم هذا في لا 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 لاحظة شوي لا هذا موجود في بعض الكنيس البروتستانطية اللي أقروا هذا الموضوع في الكنيسة الكاثوركية والكنيسة الكاثوركية لا يوجد يوجد نساء شفناهم بالكنيس الكاثوركية مثلا بيعطوا المناولة هلا يوكريستيك منستر أو اللي بيعطوا المناولة نعم موجود وهو خادمات المناولة بسمهم لا يعطوا الرقب شمس هذول ما بيكون مثلا أنه صار لهم رتبة رتبة بس مش رسامة تعيين بيكون من الكاهن بيكون تحضير لا بيكون في تحضير معين تحضير لهم وعلى مستوى الأبرشية وقبول لهم وهنا لك رتبة خاصة لإعلانهم أمام الناس أنهم يستطيعون تقديم المناولة هل هذا مقبول اجتماعيا على سبيل المثال عنه هنا في الدول العربية هذا السؤال حتى في أمريكا أحيانا لما تكون امرأة تقدم المناولة الكثيرون يختارون الكاهن وبعدون عن المرأة فهي ممكن للأطفال ممكن للمرضى هذا هو المجال مفتوح في هذا الموضوع ولكن السؤال فيما يتعلق في بلادنا هل هذا التقليد مقبول هل هناك حاجة له هذه الموضوع التي يجب أن ندرسها في إطار الواقع الموجود وليس أن ننسخ عن الغرب ما يقوم به الغرب هذا الدور الخاص للمرأة يعني حتى دور الشمامسة لما تم إعلان دور لما أعلنوا وارتم رسامة الشمامسة ما كان في قبول من الناس كانت برضو كمان تزيح عنهم من دوم ياخدوا المناولة من إيد الكاهن وليس من إيد الشماس هاي في البداية بس عم بلاقي هل في قبول صار شوي شوي الشماس يحتفل بالإكليل نعم الشماس يترأس الاحتفال بالجناز نعم الشماس يستطيع أن يعمد نعم ويستطيع أن يعظ يوم الأحد ولكن فيه بشكل عام عدم قبول نعم ما فيه اجتماعيا بدنا كهن الرعيه وليترأس نعم نعم بتبع أنه أفضل اجتماعيا نعم الشمامسة كان عندي لقاء قبل كم من يوم معهم وعيين لهذا الواقع نعم وعيين لدورهم ويقوموا بالدور الخدمة التي تطلب منهم بدون عقلية المطالبة بحقوق أنا بحقق لي أنه أكلل بحقق لي كذا نعم هم فعلا بتحييئ لهم اليوم لقبولهم بهذا الدور وبدور الخدمة كما تطلب منهم الكنيسة المقدسة بتشوف سيدنا حاجتنا نحنا للشمامسة أنه من قلة الدعوات اللي عم تحصل حاليا يعني فيه فقر شوي بالدعوات وخاصة يعني إحنا استضفنا قبل فترة الرهبنيات وعم بيقولوا أنه فيه حاجة ملحة لمزيد من الدعوات وعم بيشجعوا وحتى خففوا من بعض القيود على طريقة عيش الرهبني وطريقة عيش الدعوة والآخرية عساس أنه يجذبوا عدد أكبر من الرهبنيات والحال نفسه بالكهنة يعني منشوف يعني فيه دعوات قليلة يعني وين وين أنت نسمع رسامة كهنة هلا صحة فيما يطالق بالدعوات الموضوع ليس قيود بقدر ما هي إثارة هذا الحماس وهذا العطاء في الشباب والصبايا حتى يقدموا ذاتهم لله من خلال الدعوات الكهنوتي والرهباني وهذا تشجيع للشباب إذا سمعوا لصوت الله يدعوهم إلى اتباعه أن تكون هناك العطاء وروح المبادرة وروح التضحية في سبيل أن نخدم الله كما يريد الله منه نعم هناك قلت عدد الدعوات الكهنوتي والرهبانية العالم تغير بطلت مرات هذه الدعوة تشكل عامل جذب بالنسبة للشباب نحن بحاجة أن ننمي هذه الدعوات بشكل مختلف فيما يتعلق بالشمامسة السؤال هل الشمامسة هي شماسية هي دعوة من الله أم هي تلبية لحاجة في الكنيسة بدون حاجة في الكنيسة إذا دعي شخص ونقول أن الدعوة من الله إلى الشماسية هل يصبح شماس نحاول في كنيستنا أن نوافق ما بين الاثنتين أن نلبي حاجات وخاصة في الرعاية الكبيرة اللي موجودة واللي بحاجة لخدمة الشماس ودعمه للكاهن وفي نفس الوقت أن نلبي هذه الدعوة أيضا من الله حتى في بعض الرعاية الصغيرة نسبيا اللي فيها شمامسة المجال لا يزال مفتوح أيضا لمجموعة أخرى أيضا من الشمامسة ولكن نعم هناك الحاجة الرعوية الموجودة لدعم الكاهن مش فقط في المناولة يوم الأحد ولكن في كثير من الخدمات اللي الناس ما بيشوفوها في مناولتهم للمرضى في اهتمامهم بالمحتاجين في الرعاية بالتعاون مع الكاهن في الكثير من الخدمات اللي بيقدوها فنوازن في الكنيسة ما بين الحاجة إلى الشمامسة وما بين الكون الشماسية هي دعوة من الله أيضا لبعض الأشخاص اللي كي يكرسوا أنفسهم من إطار في إطار الزواج متزوجين مع عائلات لخدمته في الكنيسة بس مش عم منشوف سيدنا يعني رسمته أول مرة ثمانية وبعدين شماسين شمامسة ومن ثم كمان فيه صار اثنين ثلاثة زاد وقديش صار عددنا؟ اتناعش؟ واحدود اتناعش نعم لكن هل ترى أنه فيه صارت فيه يعني فجوة بين رسامته وبين الآن يعني الفجوة الزمنية زمنية بس هل فيه فجوة مفيش رسامات شمامسة جديدة يعني لماذا؟ إذا بتحكي عن الفترة الزمنية في فجوة زمنية ولكن هل في فجوة في الحاجة الرعوية في وجود مرشحين إلى الشمسية المجال لا يزال مفتوح في عندنا خدمات اللي بيقوم فيها علمانيين زي عطاء المناول على سبيل المثال أو الشضايقة اللي موجودين وهم بيقوموا بخدمة أيضا فالسؤال هو إذا فعلا في حاجة وفي مرشحين لمواكبتهم للقيام بهذه المهمة الشمسية الكنيسة بدأت فيها يعني ما هم تشوف تشجيع؟ لا إحنا عن طريق الكهنة والرعاية نشوف مين فيه مرشحين جدد وإحنا مستعدين أن نقوم هلأ موجود عدد ممتاز بالنسبة لعدد المسيحين والرعاية اللي موجودة في الأردن بس الباب ما تسكر يعني من يجد نفسه قادر أن يعطي هاي الخدمة ممكن أن يقوم بهذا الدور لكن هل فيه كثير التزام مثلا نحكي عن الشمامسة فيه نوعين من الشمامسة الشمامسة في بلادنا هم من يعيشوا حياتهم العائلية والمهنية أيضا ويؤدوا خدمات للكنيسة يوم الأحد يعني بشكل مستمر في بعض الشمامسة خاصة في بلاد أخرى في أوروبا بيكون هو خدمته كاملة للجمعة المسيحية فهو اللي بيهتم بالتعليم المسيحي هو اللي بيهتم بالمجموعات هو بيهتم بالنشاطات الرعوية هذا نمط مختلف هو أيضا شماس ولكن نمط مختلف وممكن أنه في يوم الأيام نحتاج لهذا النمط من الشمامسة اللي بيكرسوا كل وقتهم في خدمة الرعاية حاليا نشكر ألا على الدعوات الكهنوتية شكر ألا على عدد الخوارنة وعلى الخوارنة اللي موجودين وبيخدمهم والشمامسة هم داعمين رئيسين لهم ونجد كثير من العلمانيين أيضا رجال ونساء اللي بيكونوا داعمين لرسالة الكنيسة خاصة في الرعاية سيدني يعني أنا بشكرك على هالتوضيح اللي وضحته لكن منطلب من السيدات أنه يتأنوا شوية هل في مستقبلا أو مستقبل قريب أو البعيد منقول أنه يصير في رتب للنساء كمان يعني هل ترى أنه أنت قلت أنه إذا كان في حاجة هل إذا وجدت الحاجة ممكن تحقق هذا الشر يعني أنتم مش مانعين هذا الشي بس هل الحالي ما هو إيش هذا الشي خلينا نكون واضحين لأنه اللي قلته كان واضح فيما يتعلق ب الرسامات الرسامات مقتصرة على الرجال وهذا هو موقف الكنيسة ولن يتغير أما خدمات أخرى فليكن لا مانع إعطاء المناولة مثلا إذا كان هناك حاجة وإذا كان هناك تقبل من الناس أيضا لهذا الموضوع ممكن ولكن أنه نقول الأمور بتتغير في يوم الأيام الموقف واضح من الكنيسة الكاثركية في الأدوار المختلفة داخل الكنيسة واقتصار الرسامات الكهنوتية شماس كاهن أسقف على الرجال فالنساء هن بحكم خصوصيتهم وصفتهم الإنثوية والنسائية في إلهم مهام طبعا مثل ما حكينا إحنا ما بيقدرش الرجل يقوم فيها أو المرأة قادرة أكتر من الرجال مش ما يقدر يقوم فيها لا الرجل يقدر يقوم ببعض الخدمات الكنسية بخدمة الهيكل وخدمة الترنيم مثلا لأنه بعض والتعليم قادر لكن أعطيت هذه الخدمات للمرأة في الكنيسة في من شوف المرأة عم بترتل في المرأة قاعدة عم بترتب الهيكل أيضا وتحط الورد والزينة وتطوع على نظافة الهيكل طبعا هاي خدمات كمان بحاجتها كنائسنا بحاجتها السكريستية بحاجتها الكاهن هل هو مش قادر أن يرتب أواعية أو يرتب مثلا الهيكل أو يجيب ورد؟ قادر لكن أعطيت هاي الشغلة لأنه عندهم نظرة مختلفة عنهم في ترتيب هذه الأمور هذا ما نراه أمامنا ولكن هناك أدوار كثيرة وعمل لا نراه هو الأكبر أعطي مثل الاهتمام بالمحتاجين في الرعية هذا أعمال المحبة لا تظهر أمام الناس ولكن فعلا هم بيقوموا بهذا الدور من وراء الكواليس إذا بنسميها ولكن دور حقيقي لخدمة الجماعة المسيحية وهذا هو مجرد مثل لأعمال كثيرة تقوم بها المحبة عمال المحبة الفقراء المساعدات تنظيم العملية التوزيع المساعدات أيضا هاي بتقوم فيها على النساء يعني متطلعين على هذا الشيء اللي بتقوم فيه النساء بعض النشاطات الرعوية مثل خدمة الكنيسة الترنيم جوقات نقل الإيمان للأجيال الجديدة إن كانت الأم في البيت أو المعلمة أو الراهبة أو أي جماعة أو حتى الكشاف والشبيبة هذا دور عظيم جدا أن ننقل الإيمان وعيش الإيمان للأجيال الجديدة وهذا تقوم به بتسعين بالمئة من الحالات المرأة المرأة نعم سيدنا بس تسمح لي هيك أستعرض بعض الرسائل من الأصدقاء والصديقات اللي بتابعونا على الصفحة طبعا كل الشكر على سيدنا على اللي حكيته والمعلومات المفيدة والقيمة عن دور المرأة في أيضا من طبعا نعم نحكي على ماجد البير ونهيل الخوري وأمل السلمان وجمال سليمان قندح أعتقد أنه هو شدياق شدياق جمال سليمان قندح دكتورة أجمل وأفضل رسالة حضرتك في الإعلام المسيحي نعم في سيدات كمان الإعلام المسيحي هذا دور مهم نعم نسينا نحكي نعم الله يسعدك شكرا لإلك شماس أو شدياق إذا ذكرت وبيقول الشدياق أنه أنا كشدياق بالكنيسة بداية ما كان في قبول من بعض المصلين لأنها أول مرة منذ حوالي أربع سنوات من إقامتي وزملائشة ضايقة لكن الآن الحمد لله صار في قبول حتى أول جمعة من الشهر لنذهب للبيوت لمناولة المرضى يعني هذه كمان صار في قبول لأنه بالبداية ما كانوا يقبلوا الناس أنهم متعودين أنه الكاهن الرعية هو يجي يناولهم أول جمعة من الشهر في الزرقاء للأسف طلب مهنة الرعاية والشمامس مش مهنة هي هي خدمة أنا من سجلت لكن لم يرفع أي اسم من الزرقاء أيام ما تم رسامة ثمن شمامسة فيها ثلاثة كنائس لاتين ولا شمامس لكن رسم سبع شضايق هاي رسالة الزرقاء بحاجة لا وأيضا هناك لوني أبو جابر سعد صباحكم يطول بعمرك سيدنا فيه كمان أيضا هناك رسالة بتقول بعض الكاهنة لا يدركون دور العلماني وبالأخص دور المرأة في عمل كنيسة إذا يعني دور العلماني هو مش بقابله كيف بالأخص دور المرأة فهناك أنصاف من بعض الكهنة كنائس لدور المرأة وهناك ما فيه أنصاف هل هناك نية لإعلان الخدمات اللي تقوم فيها المرأة في الكنيسة مثلا الترنيم سيدنا خدمة الهيكل أنه أنت مش أي حدا يجي يخدم الهيكل ويدخل على الهيكل وهذا أنت هون مكرسة في موضوع خدمة الهيكل تزيين تصبيط الهيكل ووضع الورود والتنصيق ولا الميلاد للفصح لأنه هذه لازم يكون إنسان واعي ولما يحترم دخوله على الهيكل يحترم إنه وجوده مثلا عند القربان المقدس لازم يكون من نابع من إيمانه يحترم القواعد الليتورجية أيضا نعم حتى في عملية التزيين وتحضير المذبح القواعد الليتورجية نعم يعني هذا كله بده دراسة يعني ومعرفة وعلم مثلا يقوموا بالترنيم الترنيم يكونوا درسينها اللحن اللحن الصحيح يعني شوف يشوف الكنائس البيزنطية قديش مهمة كتير اللحن يكون صحيح يعني ما بيجي واحد هيك بس صوته حلوه يلا أيش مكان يعني في بعض الكنائس بشوف ناس بيرتلوا فيها وأنا مرنمة سيدنا بشوف بغلطوا في اللحن أحيانا وأوقات بنجدوا فما في حدا تاني قال هو بحب بيرتل طلع هذه هي المرأة هوني معلش أنا امرأة سيدنا وبيدي أنا أدافع مش أدافع لأنه هي فائد حقوقها لكن أنا كسيدة أيضا بحس إنه في شوية لازم تعطى المرأة رسالة رسمية إنك أنت أوكي باسي مستمعان مثلا 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 مسؤولة الترنيم في كنيسة الفرير على قداس السابت الساعة السابعة باسي مستمعان الكل يعرف مش يجي أي حدش صوته حلو يروح يوقف مع الباسي مستمعان ويقولك أنا ومحتكر عليك أنت ومش احتكار هو بمعرفة الباسي مستمعان بالترنيم خبرتها في الترنيم صار لها 25 سنة تعرف الرتب الترجي الأداس كيف ترتيب لأنه في يعني زي ما بقولوا في تنصيق مسبق وترتيب معين هاي الصفة سيدنا لماذا لا تعطى للمرأة؟ أنا ما بدي رسامة وما بديها كذا أنا صفة رسمية من كهن عين زي ما أنتوا عينتوا في الأمانة قلتوا مسؤول الباند أو الفرقة الموسيقية مسؤول شبيب ستور مسؤول الإعلام مسؤول أمان تسر مسؤول يصير في هذه المسؤولية تعطى رسميا أمام الرعية في عملية تنظيم العمل الرعوي اللي بتبدأ أولا على مستوى الرعية نعم والكهن الرعية هو اللي بنظم هاي الأمور وهو اللي يقودها هو زي قائد الأوركسترا اللي بيقود كل هاي الأمور مع بعض على مستوى الأبرشي وخصوصا في هذا الجزم الأبرشي في الأردن في عنا أمانة للشبيب للكشاف وهناك أيضا فكرة أن يكون هناك من يعتني بالفرق الترتيل نعم بخدام الهيكل بهذه الفئات المختلفة حتى يكون في مرافقة روحية وأيضا تنشئ لترجي حول هذا الموضوع نعم وفي ناحية الترتيل تحضير الكنيسة إلى آخره دعونا كمان أنوه إلى هذا المجال الجمالي في الليتورجية ليجب أن نسبح الله بطريقة فعلا ترفع النفس إلى الله وما دعونا ننتبه لأمور مختلفة استعراضية ولكن أن نوحد هذا الجهود الكنيسنا دائما جميلة الكنيسنا دائما مزينة الترتيل جميلة جدا وتساعد المؤمن على الصلاة وأعتقد هنا في دور للمرأة في هذا الموضوع في أن نخلق هذا الجو الجمالي لتسبيح الله وتمجيده المرأة تقوم بدور مش شرط تكون في إلها منصب أو لقب بعطي مثل مريم المجدلية أصبحت رسولة الرسل عندما بشرتهم بالقيامة المرأة السامري هي اللي بشرت بالمسيح للسامريين النساء اللي كانوا عند الصليب من الرجال كان بس يحنى موجود نعم الباخين هربوا فهذه القوة والشجاعة أن يرافقوا المسيح حتى الجلجلة أدوار كثيرة أيضا نعم المسيح اللي امتدح فعلا الإيمان المرأة الكنعانية المرأة الكنعانية على سبيل المثال أمثلة كثيرة موجودة في الإنجيل لتتبرز مكانة المرأة لا تحتاج إلى أن تعطى لقب نعم تلميذة أو رسول ولكن قامت بهذا الدور لأنه نابع فعلا من خبرتها الروحية ومن محبتها للمسيح ومن قيامها بالدور المميز والخاص لها هذا الدور مميز نعم نعم ويجب أن ترعى الكنيسة وأن تبرز الكنيسة نعم وهذا يتم بهذا التعاون وبهذا الحوار المستمر ما بين المسؤولين في الكنيسة وما بين العلمانيين بشكل عام أنا دائما سيدنا نقول الصفة أو اللقب يعطى للإنسان نتيجة عمله وتميزه في عمله أحسن من اللقب اللي يعطى أحيانا بيكون بصفة رسمية ولا يقوم بالفعل المهمة نقوم بهذا الدور نتطلع إلى الأفعال وخدماتنا الكنسية والمرأة متميزة بعملها ومتميزة أيضا بوجودها في الكنيسة إن كانت بالترنيم أو بالخدمة أو بالتعليم من التحضير للمناولة والتثبيت وأيضا من سيدنا أنا قبل أن ننهل البرنامج بدنا رسالة خاصة تشجع فيها النساء على عمله هنا في الخدماتية في الكنسية وعندما نقول خدماتية يعني مش إنه إحنا كلنا خدام في حق للرب يعني حتى رعاتنا وحتى كهنتنا لما نقول خدام الرب مش غلط لكن بدنا هيك رسالة منك توجيها للمرأة العاملة في الكنائس المحلية الكاتوليكية المرأة لا تخص مش بشكل عام بدنا نسانة أنت كراعي لهذه الكنيسة أنت سيدنا مطران نائب البطرياركي لكنيسة اللاتين في الأردن وعن بتشوفهم هلا متواجدات وأظن كمان أنت زرت كل الكنائس وشفت والتقيت في الرعاية يعني هل شفت وجود المرأة معطى حقه هل صادفت في اعتراض عند بعض السيدات على بعض الأمور ممكن غابت عنده هنا بالحلقة نذكرها تفضل سيدنا أول شي بدي أتبنى كلمات قداسة البابي حنبولس الثاني في رسالته نعم وفي نهاية رسالته لما بيوجه شكر نعم شكر لجميع النساء وكل واحدة منهن من أجل الأمهات والأخوات والشقيقات والزوجات والنساء المكرسات لله في البتولية من أجل النساء المتفانيات في خدمة الآخرين الذين هم في حاجة إلى من يحبهم مجانا من أجل النساء لواتي يسهرن على الكأن البشر في نطاق الأسرة واللواتي يمارسن مهنة من المهن أو لهنا مسؤولية اجتماعية إلى آخره لكل هؤلاء هناك كلمة شكر على هذا الدور وعلى ما يقومنا به وهذا ما يبني المجتمع ويبني الكنيسة من الداخل العلاقة هي علاقة تشاركية وليس علاقة تنافسية لذلك لنستمر في هذا العمل ولتكن نموذجنا مريم العضراء فعلا لما نشوف مريم العضراء في محبتها لله وفي خدمتها للقريب خصوصا في زيارتها لألي سباط على سبيل المثال حتى في قناة الجليل اهتمامها بحاجات البشر بوقوفها دائما مع المسيح ووقوفها معنا دائما فلتكن مريم هي نموذج لنا نموذج نقضي به حتى نفهم بطريقة اعمق ما هو دور المرأة من خلال مريم العضراء تم الخلاص ان الله لما تم الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة نعم مريم العضراء في بشارتها هي بقبولها لنعمة الله فتحة الطريق للخلاص هذا الدور ليس دور خفي ولكن دور نحتاج ان نبرزه من جديد وان نكتشفه من جديد وان تأخذ المرأة مكانتها الحقيقية كامرأة على مثال مريم العضراء اللي فعلا لها دور مهم جدا وما حدا بنقدر ينكره في تاريخ الخلاص خلينا ننظر الى امنا مريم العضراء لنتشبه بها لتعلم منها ونجعلها اما ومعلمة لنا في حياتنا وخصوصا المرأة بيعلمونا اكثر من خلال محبتهم ل مريم العضراء كيف يشوفوا فيها هذا النموذج ان كان للام او كان للبتول للمكرسة لله الثنتين بيشوفوا فيها نموذج اقرب الى الام منها الى الرجل معناها اكيد مريم العضراء هي نموذج لنا كلنا خلينا ننظر الى مريم العضراء نتعلم منها ونأخذ مواقف مريم العضراء المواقف الشجاعة المواقف القوية والمواقف اللي كانت فيها دايما ملازمة لابنها وتقول للناس افعلوا ما يأمركم به عمين يا رب سيدنا طبعا احنا يعني هذه الحلقة كانت موجهة لعمل المرأة في الكنيسة بشكل خاص وعملها مقدر من الكنيسة ومن رأساء الكنيسة ومن قداسة البابا يعني هو من السيد المسيح اشبتكم اكتر من هيك اللي احتاج الى المرأة كان ممكن قادر انه يعمل خلاص بشكل تاني لك احتاج المرأة لا يعطي كرامتها من اللي اللي ممكن حس انه ممكن البشر ياخدوا هذه الكرامة نتيجة الخطيئة الاصلي ويرموا اللوم على المرأة انه هي اللي دخلتنا الخطيئة لكن اعطانا اعطانا انه الخلاص اتى من من رحم المرأة انه يولد من امرأة فاذا ربنا اعطانا هذه القيمة كنيسة عاملات في الكنيسة ماذا نريد بعد فلسنا بحاجة الى يعني ممكن انه موضوع الالقاب او الصفات او التحامل المسئولية بتسميات معينة بتحتاجها هي حركة تنظيمية اكثر يعني صحيح موجودة بشكل تنظيمي سيدنا يعني حاجته من انه يكونوا مسئولات عملية تنظيمية اكثر من انه اثبات انه وجود ولا حضور الاثبات او المكانة موجودة ومعترف فيها والكل بيحترمها والكهنة يحترمونها ممكن انه الحاجة لموضوع تنظيمي بيبقى على كهنة الرعية اللي هو رأس هذه الرعية ورأس هذه الكنيسة بكفي ان الكنيسة اسمها ام ام والام اللي بتلم فسيدنا انا بشكرك كتير على هذه الحلقة وبشكرك على كلامك وعطيتناها الدفع للنساء وكامرأة كمان اختم بجملي للبابا القديس الجديد اللي حنبوس الاول اللي قال الله اب يحبنا محبة ام حلو فحتى نظرة الى الله هو الاب حنون الى درجة انه هو ام اكثر منه ام فايضا الله ليس غريب عنا وعن همومنا وعن محبة كل انسان في مكانه وفي كرامته ومكانته ايضا نعم فدعوه من سيدنا لتاخد المرأة دورها بكل محبة واحترام وتخدم الكنيسة بمحبتها محترمه لها كرامتها وليست منه او شفقه عليها او كذا فاضيه اشغالي يعني مش هم تعمل شي بالله فتخدم الكنيسة لكن لها دورها ومكانتها ومحبتها وكرامتها فخدي دورك في الكنيسة وعمل الكنيسة لانه هذي كمان مطلوب من كل امرأة انها تاخد دور في الكنيسة ان كان في التعليم ان كان في الخدمة ان كان في العطاء فاي امرأة قادرة انها تعطي من وقتها تعطي من محبتها وتعطي من خدمتها للفقرة المعوزين للتلاميذ للتحضير للمناولة للترانيم تاخد دورها لانه لها دور مهم تساعد في الكنيسة فخدي دورك وكوني امرأة خادمة للرب في حق للرب بشكرك مرة تانية سيدنا على هذا الكلام وعلى هذه الحلقة ونشكر كل المتابعين اللي كانوا معنا على صفحتنا وذكروا اسئلة وبعتوا كومنتات ان كانت صالح يعني ان كانت كومنتات جيدة في ناس ممكن طلبوا شي تاني يعني يحبين ندخل فيه لكن احنا بعتقد انه وصلنا الرسالة والرسالة المهمة وصلها سيدنا نشكر محبتكم نشكر القائمين على البث بنورسات الاردن ونورسات لبنان على محبتهم ويعطيكم العافية الى اللقاء في حلقة جديدة من صباحكم نور في يوم الثلاثاء القادم بنفس الموعد ونفس التوقيت سيدنا ناخد البركة منك لننطلق باسم الرب بشفاعة امنا مريم العذرة ليبارككم الله القادر على كل شيء الاب وليبن ورح القدس آمين شكرا سيدنا الى اللقاء مستمرة مستمرة فيكم مستمرة لكم ولولادكم من بعدكم ولولاد ولاد ولادكم وللجيل البعض ولاد ولادكم من بعد لما تكون تعبن بهمة عند كلمة ريحة ألمة ترجع الدنيب تضحك لك نور ساتي ليل وميير نور ساتي ليل وميير نور ساتي ليل وميير نور ساتي لنم صلاواتي ليل وميير محبّي وفّي هي من برل الحرير بحدنا بيت المسيحي وعنده كلمة صريحة قوية تصرخ لال الطائفي هي رسالة مسكونة مش سياسي ولا حزبي وصوت للوحد الكنسي نور سات ليلومي نور سات ليلومي نور سات للم نور سات للم صادوات محبّي وخير اشتركوا في القناة